متابعيني جميعا على قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة اعتقد انتوا في الفترة الاخيرة سمعتوا عن اخر خبر اختتمت بشركة OpenAI ل 12 يوم وهو الاعلان عن احدث نموذج للتفكير او الريزونينج وهو O3 اللي يعود خليفة للنموذج O1 يعني O1 ده كان اول اصدار في نمازج الريزونينج او التفكير هذا النموذج اللي هو O3 حيكون مكون من نسختين نسخة حتكون O3 الاصلية وفي حاجة اسمها مني O3 وهي نسخة مدمجة النسخة دي حتكون مخصصة لتطبيقات معينة يعني تقدر ان انت تستخدمها لspecific tasks او تطبيقات متخصصة شوي ايه O3 بيتميز بي وكلامك كتير عن O3 انه هو بيتابع حاجة اسمها Chain of Suits ولو تفكروا يعني احنا لسه متكلمين عن Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental اللي هو ايضا ماشي على نفس النهج وهو Chain of Suits او سلسلة التفكير فبالتالي Open AI ما جاتش بحاجة جديدة يعني احنا قريزيا عندنا خلفية عن النقطة دي وشفناها بشكل عملي في فيزيو من الفيديوهات حتة الاعتماد على سلسلة الافكار وبالتالي هو هيكون ابطأ طبعا شوية واحنا شفنا الكلام ده في Gemini 2.0 Flash Thinking شفنا ان هو ابطأ شوية من قبله من عائلة Gemini 2.0 اللي هو ال Flash Experimental ولكن ده لي البطء ده لان هو بيفكر اكتر عشان يديك نتائج دقيقة اكتر وقلت لك الموضوع ده بيقلل موضوع الهالوسة اللي بتحصل بنتائج الذكاء الاصطناعي اللي كنا بنحصل عليها قبل كده في وقت ليه التفكير عشان يحسن الأداء Open AI بنموذج أوسري تعتبر طبعا انتقلت لمرحلة أخرى مرحلة أكبر وأفضل ولكن التكلفة على فكرة كبيرة جدا فوق ما تتخيلوا عشان توصل لده Open AI بتلمح هي اقتربت من ال EGR أو Artificial General Intelligence الذكاء الاصطناعي العام أنا أعتقد أن الموضوع ده مبالغ فيه شوية ده وجهة نظري الشخصية تماما ولكن حنشوف لما يكون متاح ونجربه أولا اختبارات Open AI أظهرت أن فيه معايير تنفسية وحرجع أقول أن دي اختبارات قامت بها شركة Open AI لازم احنا كمان نختبر الكلام ده بنفسنا أكيد لما هذه الاصدارات تكون متاحة اصدار O3 Mini زي ما الشركة بتقول أنه هيكون متاح في نهاية يناير 2025 وحنقدر أن احنا نستخدمه ونحاول إن شاء الله بإذن الله أن احنا نجربه ونشوف إمكانياته وأتمنى أن هو يكون متاح عند نفس الخطة اللي هي العشرين دولار ما يكون له خطة تانية لأنه هو تكلفته عالية أصلاً وهي الشركة اللي بتقولي الكلام ده بشكل عام نقدر نقول أن ده تقدم حلو من شركة Open AI بتحاول أنها تنافس في المجال الخاص بنماذج التفكير اللي هي Thinking LLM أو Large Language Models وده حاجة كويسة وحتبان أكتر مع التجربة وده من وجهة نظرية حيبان قدامكم دلوقتي شوية مقارنات أو رسومات الرسومات دي بتبين الأداء الخاص بO3 مقارنة بO1 وO1 Preview في الجزء المتعلق بالفورنتير ماس اللي هو الرياضيات البحثية الأداء السابق كان 2% دلوقتي الأداء مع نموذج O3 25.2 يعني 25.2% فيه قفزة في النسبة للجزء المتعلق بالرياضيات البحثية فيه تحسن ملحوظ في القدرة يعني على نواحل المشكلة المعقدة بالنسبة للEIME 2024 ده نوع من أنواع الاختبار الخاص بالرياضيات بسماء الرياضيات التنافسية O1 Preview حقق 56.7% O1 حقق 83.3% حسب الشورتس اللي امطلعها Open AI بالنسبة للأسري 96.7% يعني معنى أدق نقدر نقول إن أسري أداءه متفوق بالنسبة لي O1 و O1 Preview في أرياضيات التنافسية نيجي بقى بالنسبة للأسئلة العامة على مستوى الدكتوراه إنت عندك O1 Preview 78.3% O1 78 يعتبر قريب من O1 Preview أما بالنسبة للأسري 87 فهنا فيه تقدم أيضا في فهم الأسئلة العلمية المتقدمة وده طبعا حاجة حدفت جدا للباحثين بشكل كبير جدا أو طلبة الدكتوراه والماجستير بشكل كبير بالنسبة بالجزء المتعلق بالبينشمارك اللي هو الـ SWE اللي هو الهداثة البرمجية O1 Preview 41.3.10 O1 48.9.10 أما O3 في قفزة بقى 71.7.10 أداء أكثر كفاءة في البرمجة وتطوير البرمجيات بشكل عام مقارنة بالإصدارات السابقة نيجي للـ Code Forces هنلاقي برضو نفي تحسن كبير في كفاءة O3 بالنسبة ل-O1 أيضا و-O1 Preview نقدر نقول إيه في الخلاصة نقدر نقول إن نموذج O3 بيقدم تحسينات ملحوظة في بعض التحسينات مثلا ما بين O1 وال-O1 Preview وليلة يعني الفروقات بسيطة لكن بالنسبة ل-O3 التحسينات ملحوظة ده بيخليه متقدم أكتر أو بيدي دقة عالية في الرياضيات في البرمجة في الجزء المتعلق بالأسئلة العلمية والأداء بالتالي حيكون كويس ومنعكس على اليوزر أو المستخدمين أي أن كان المجال اللي هم بيستخدموا فيه الأوثري نقدر نقول إن إحنا ما نقدرش أيضا نحكم إلا لما ينزل O3 في آخر يناير أتمنى أن يكون في نفس الخطة اللي احنا متعودين عليها علشان إن شاء الله نجربه ونشوف إمكانياته ونبتدي إن إحنا نعمل تيست ونشوف هل يستاهل كل البروباجاندا دي ولا لأ إلا إن شاء الله هنشوفه قريب حبيت بس إن أنا أعلمكم بهذا الخبر وأعتقد إن كتير منكم سمع بس حبيت إن أنا أفصل لكم أكتر شوية حاجات متعلقة بي وقول لكم إن إحنا قريدي جربنا جيميناي 2.0 Flash Thinking Experimental وشوفنا ال-chain of thoughts المراحل بتعملية التفكير الرائعة من شركة جوجل في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek4You زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش لايك وشيروا وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة